موسيقى حبيت اشارك في التدريب بتاع أنا لينت عشان اولا مهتمة بفكرة التشبيك بين مش بس المؤسسات الثقافية اللي بتشتغل في الوطن العربي بس بردو الاشخاص اعتقد دي مشكلة بتواجه المجتمع المدني بشكل عام يمكن في المنطقة العربية ان في حاجات كتير قوي بتبدأ وبتنتج عمل مبهر وخاصة في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي مع كل التغيرات السياسية انما من اهم المشكلات ان في تقصير في التشبيك ما بين ايه الحاجات اللي بتتم لان ممكن يبقى فيه كتير قوي بيتم في اجزاء مختلفة من الوطن العربي وبصور مختلفة واستخداما لأدوات مختلفة أدوات فنية مختلفة انما لو مفيش تراكم لده مفيش توصيق لده بيبقى النتيجة بتبقى بتبين ضعيفة للأسف فاعتقد كانت فرصة مهمة هنا في تدريب الفن من اجل التغيير ان تجمع بين عدد كبير احنا خمسين متدرب فاعتقد عدد كبير من الفعالين الثقافيين في الوطن العربي ان هما واحد يتعرفوا على بعض اتنين يتناقشوا في مشاكلهم وازاي ممكن يتوروها في السياق العام للمجتمع المدني عامتا في الوطن العربي وفي نفس الوقت يبنوا علاقات لان لو احنا بنتكلم هل ممكن الفن يأثر على المجتمعات وعلى الحراك اللي بيحصل وعلى التغيير في شكل عام فالتغيير بيحصل من الاشخاص والاشخاص بتتغير من وجهات نظر ومن الحوار واعتقد ان احنا نخلق المساحة دي مهمة لان من غير حوار عمر ما احنا زهننا هيتغير وعمر ما احنا هنشوف هنبتدي انتناقش في معتقداتنا في الحاجات اللي احنا واخدنا كمسلمات وبعدين بتغيير البني آدم بيجي تغيير البيئة اللي حواليه ان كانت بيئة عمله او البيئة او بيته وهكذا وبعدين ده بيترتب عليه تغيير في المجتمع ككل فا اعتقد ان ربط التغيير بالفن او بالثقافة هو بالنسبالي انا ملموس جدا لان لو احنا ما كناش بس بنفكر في ايه اللي صاير دلوقتي وايه اللي احنا عايزين يعني احنا فين وعايزين نروح فين من غير التفكير ده مش هيحصل التغيير واعتقد ان الفن وسيلة اه لان احنا يعني نعيد التفكير في في معتقداتنا وعايزين نكون فين يعني في المستقبل او على مدار السنين اللي جايزة اشتركوا في القناة